بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا السؤال جاءني تقول الأخت السائلة إنني مؤمنة بوجود السحر ولكن كيف نبطل السحر عندما يكون السحر سفلي وهل لو واحد قرأ القرآن وأحضر السحر على حد قوله بالقرآن هل هذا صحيح ما هو علاج السحر بأي نوع أو اسم يسمى به هل الفاتحة سبع مرات آية الكرسي هل صحيح أم غير صحيح جزاكم الله خير الجزائر الحقيقة أيها الأحبة السحر موجود ولكن قلنا إن السحر لا يؤثر إلا في من يعتقد بأن الشيطان يستطيع أن يضره أو ينفعه هذه مشكلة أيها الأحبة قبل أن تعالج السحر صحح معتقداتك تجاه القرآن وتجاه الشيطان إنما سلطانه على الذين يتولونه أي من يقتنع بهذا الشيطان ويؤمن به فإنه يؤثر عليه طبعا هنا الأنبياء قد يجري عليهم السحر كما جرى في حق سيدنا موسى يعني خيل إليه من سحرهم أنها تسعى يعني حتى سيدنا موسى وهو كليم الله سبحانه وتعالى وهو الذي يعني أكرمه الله وهو من الرسل أولي العزم وكلم الله موسى تكليما على الرغم من عظمة هذا النبي الكريم إلا أن السحر قد أثر به ولكن هذا السحر لم يدم طويلا لماذا لأن سيدنا موسى يعلم أن الله سيبطل هذا السحر لذلك أيها الأحبة هنا أنا أستدعي الموقف الذي حدث مع سيدنا موسى مع السحرة عندما خيل إليه من سحرهم أنها تسعى أي الحبال والعصي عندما جاءوا بسحر عظيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يسطح عمل المفسدين هذه الآية العظيمة هي آية أساسية لإبطال السحر يجب من ابتلي أو من يظن نفسه أنه مصاب بشيء من هذا السحر أن يحفظ هذه الآية وأن يرددها سبع مرات ولكن قبل أن يحفظها ويرددها ينبغي أن يدرك معنى هذه الآية أن تكون معاني هذه الآية في أعماقه يعني انظروا إلى سيدنا موسى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله هذه العقيدة القوية هي التي تبطل السحر بإذن الله تبارك وتعالى وليس مجرد أن تكرر الآية أيها الأحبة الآية لها تأثير ولكن هناك الكثير من الناس الذين أصابهم شيء من هذا السحر و يقرأ عليهم القرآن كاملا ولا يستفيد لماذا؟ لأن القرآن تستفيد منه عندما تعتقد بهذا القرآن أنه يشفيك يعني خذوا هذه الآية الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إذن المؤمن يجب أن يكون مؤمن بمعنى الآية حتى يستفيد منها طيب الذي لا يؤمن بهذه الآيات ولا يقتنع بها قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فأنت ينبغي في أعماقك كل ذرة من ذرات جسدك يجب أن تنطق وتقول إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون هذه الآية قبل أن تكررها ينبغي أن تقتنع أنت بها ينبغي أن تقتنع أن الله قادر على إبطال هذا السحر أن تقتنع بقول الله تعالى لا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحر حيث أتى يجب أن تقتنع أن السحر لا يضر أحدا إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إذن أيها الأحبة السحر موجود والسحر يصيب كثير من الناس للأسف وهم غافلون والسحر أيضا يؤثر على حياة الناس ومستقبل الناس بسبب وجود هذا الشيطان وما له من تأثير قوي جدا على من يعتقد به كل من هو بعيد عن الله لابد أن يصاب بنوع من السحر لأن له قرين هو الشيطان ومن يعش عن ذكر الرحمن من يبتعد وينحرف وينسى يتناسى ذكر الله يعني تمر عليه أيام ينسى الصلاة ينسى أن يستغفر الله ينسى أن يستعيذ بالله من شر الشيطان الرجيم ينسى قراءة القرآن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين إذن هذا الشيطان سيجعلك تتأثر بالسحر وتتأثر بهموم الحياة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوفك من السحر أيضا الشيطان يأمرك بالفحشاء والمنكر وأن تقول على الله وأن تقول على الله ما لا تعلمون يأمرك أن تلحد بالله أن يكون لديك أفكار يعني عدوانية تجاه الأنبياء الله تجاه القرآن يأمرك بالكفر هذا هو الشيطان فعندما تستسلم يستحوذ عليك الشيطان أكثر ويؤثر فيك السحر أكثر ولو جئنا بمشايخ الأرض وقرأوا عليك القرآن مليار مرة لا تستفيد شيئا لأنك أنت في قرارة نفسك مستسلم ومقتنع بهذا الشيطان الحل بسيط جدا أيها الأحبة قبل أن تقرأ هذه الآيات اقتنعوا بما فيها وسيزول السحر تماما كثير من الإخوة يسألونني لديه مشاكل يشعر بأنه كأن عينا أصابته والقرآن أكد ذلك قال ومن شر حاسد إذا حسد كأن هناك أحدا حسده أو سحره إلى آخره أقول لكم أيها الأحبة إن الآيات القرآنية كلها شفاء بلا استثناء ولكن هناك آيات أقوى من آيات يعني على رأس السور الشافية سورة الفاتحة رقم واحد عندما تقرأ الفاتحة سبع مرات اقرأها وأنت مقتنع بها يعني عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم هل فكر أحدكم بمعنى هذا يعني أنا أبدأ باسم الله حياتي تبدأ باسم الله أنا أعمل هذا العمل بالتوكل على الله أبدأ أي عمل في حياتي وأسمي باسم الله أي ألتجئ وألوذ بالله تبارك وتعالى وأبدأ باسمه وأحتمي باسمه هذا معنى ذلك الرحمن الرحيم يجب أن أشعر بأن الله رحيم بي لن يتركني الحمد لله رب العالمين ينبغي أن تشعر بهذه الآية عندما تقول الحمد لله رب العالمين يجب أن تشكر نعمة الله عليك الله أعطاك نعمة البصر تنظر إلى ما حرم الله وتقول الحمد لله كيف ذلك هذا التناقض أعطاك نعمة السمع أعطاك نعمة اللسان تؤذي عباد الله تؤذي جارك تؤذي زوجتك تؤذي جارك أو أبويك تؤذي إنسان في العمل أو في الدراسة تتكلم بالنميمة على فلان وفلان ثم تقول الحمد لله لا معنى لذلك لأنك إذا أردت أن تشكر الله ينبغي أن تجعل لسانك هذا يعمل بأمر الله ونظرك هذا يعمل بأمر الله وسمعك هذا لا يسمع إلا ما أحل الله سبحانه وتعالى يبتعد يبتعد عما حرم الله عندما تقول الرحمن الرحيم ينبغي أن تدرك أنه لا رحمة إلا رحمة الله سبحانه وتعالى وأن الله قادر على أن يرحمك وليس فلان أو فلان أو فلان فتجد نفسك تلجأ إلى فلان وفلان وفلان هذه المعاني عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم طيب أنت غارق في اللهو والمعصية والمسلسلات والأغاني وبعيد عن ذكر الله وتقول اهدنا الصراط المستقيم كيف يحدث ذلك هذا تناقض عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم ينبغي أن تبحث عن هذا الصراط لتسير عليه أن تبحث عن الأعمال التي تصل بك إلى مرضات الله فتعملها عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين أنت تستعين بالله عز وجل ثم إذا أصابتك أي مشكلة تلجأ إلى غيره أولا إلجأ إلى الله واطلب العون من الله واطلب أن يحل مشاكلك هذا الخالق العظيم ثم اسعى وترك الأسباب تعمل الله يشغل ويهيئ هذه الأسباب أما أن تلجأ إلى فلان وفلان 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 وآخر شيء تتذكره والله سبحانه وتعالى هذا أيضا سيبقى الشيطان مستحوذا عليك عندما تقرأ آية الكرسي وهي آية مهمة في موضوع الشفاء من السحر والشفاء من الأمراض أيضا عندما تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم يجب أن تعتقد أن الله قيوم السماوات والأرض قادر على التحكم أو هو يتحكم بالكون قائم على هذا الكون لا يستطيع أحد أن يضرك يضرك والقيوم موجود لا يستطيع أحد أن يؤذيك مهما كان والله تعالى موجود حي لا ينام ولا يموت سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه عندما تقرأ له ما في السماوات وما في الأرض كل هذا الكون هو ملك لله سبحانه وتعالى كل ذرة من ذرات الكون هي بيد الله يتحكم بها فكيف تقول إن السحر هذا سيؤثر علي أو أن هذا الساحر يستطيع أن يضرني أو أنني أقلق عند النوم لا أستطيع أن أنام وأنا أفكر فلان سيؤذيني فلان سيضرني أين ثقتك بالله إذن حتى لو قرأت آية الكرسيم اليوم مرة لن تستفيد شيئا إذا لم تقتنع بآية الكرسيم بالمعنى الذي فيها القرآن يكون القوة الشفائية في القرآن أيها الأحبة تستفيد منها بأقصى طاقة عندما تفهم هذا القرآن لأن فهمك للقرآن سيغير برمجة الدماغ لديك يغير نظام عمل الدماغ لديك إذا كان لديك قلق قبل النوم ستستطيع النوم بسهولة لأن المشاكل التي كانت هنا ذهبت آيات التي في القرآن لعلاج السحر مثل الآية التي قلناها ما جئتم به السحر إن الله سيبطلهم إن الله لا يصلح عمل المفسدين يجب أن تعتقد أن هذا الساحر مفسد وأن الله لن يصلح عمله أبدا لن يستطيع أن يتغلب عليك والله موجود هذه الثقة القوية بالله هي التي تشفيك ثقتك بالله ظنك بالله الله يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي هل تظن أن الله قادر على شفائك يكون الله قادر لا تظن أن الله عاجز أن يشفيك فتلجأ إلى فلان وفلان والشيخ الفلان وفلان ليقرأ عليك كل هذا الكلام لا يفيدك شيئا أنت ينبغي أن تقتنع أولا بهذه الآيات ثم تكررها لأن قراءة هذه الآيات شيء مهم جدا أيها الأحبة في أسرار الشفاء السور الثلاث الأخيرة من القرآن قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هذه السور أحبة في الله مهمة جدا في الشفاء فيها وقايا من العين ومن الحاسد ومن شر النفاثات في العقد وفيها وقايا من الذي يوسوس في صدور الناس وهو إبليس لعنه الله وفيها التوحيد قل هو الله أحد الله الصمد الصمد هو الذي يلجأ إليه في الشدائد تتمسك به فالله عز وجل أعطانا هذه السور من رحمته لأنها أساسية في إبطال السحر ولكن كما قلت لكم أنا عندما أقول قل هو الله أحد ينبغي أن أعتقد أن هناك حاكم واحد للكون هو الله ليس فلان ولا فلان ولا كلهم عباد ضعفة الحاكم لهذا الكون هو الله عز وجل المتصرف بهذا الكون هو الله الذي يلجأ إليه في الشدائد هو الصمد الواحد لذلك كلمة الصمد لم تذكر إلا مرة واحدة في القرآن كله كلمة عظيمة جدا أيها الأحبة عندما تقرأ قل أعوذ برب الفلق يعني أنا أعوذ ألتجئ إليك يا رب تقتنع بهذا في أعماقك كما أن هناك كثير من الآيات أيها الأحبة مثل مقدمة سورة الصافة والصافات صفة هذه المقدمة مهمة جدا في الشفاء من السحر والأمراض أيضا سورة ياسين هي قلب القرآن وهي يمكن أن أسميها محور الشفاء سورة ياسين كاملة من الآيات المهمة جدا في الشفاء أو بعض مقاطع الآيات وما هم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله هذه مهمة جدا أن تكررها سبع مرات كلما شعرت بإحباط أو يأس أو خوف وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هذا جزء من آية أيضا مهم أن تكرره سبع مرات في حالة الخوف سورة قريش أن تكرر هذه السورة وبخاصة آخر آية وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف تكررها للتخلص من الخوف آيات كثيرة طبعا القرآن كله الشفاء ولكن هذا ما أتذكره الآن من آيات من الضروري أن نحفظها وقبل أن نحفظها نقرأ تفسير هذه الآيات نجلس هكذا ونسترخي ونبدأ بقراءة الآية مثلا فلما ألقوا أتخيل في دماغي ذلك الموقف عندما ألقى السحر هذه العصي والحبال قال موسى أتصور هذا النبي العظيم كيف كان واثقا بالله ثقة مطلقة ما جئتم به السحر إن الله سيبطله أتصور هذا الموقف وأكرره وأعتقد به في أعماقي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سبع مرات إن الله لا يصلح عمل المفسدين أكرر وأتذكر وأتأمل وأبرمج دماغي على هذه الآية أبرمج أعيد برمجة الدماغ إن الله لا يصلح عمل المفسدين كم من مفسد يحاول أن يضرك من حولك القضية ليست قضية السحر فقط هناك من يمكر بك هناك من يحاول أن يؤذيك إن الله لا يصلح عمل المفسدين حتى هذا المفسد لو كان فيروس على فكرة هذه الآية ستبطل عمله بإذن الله يجب أن تتصور في دماغك أن الله عز وجل قادر على أن يبطل ليس فقط السحر والشر وشر الأمراض وشر الأوبئة إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته